سيد جاكي خوري في ناصر سيد جاكي هل هناك إدراك من قبل الجانب الإسرائيلي لمخاطر أي فشل جديد أمام حزب الله في لبنان؟ يعني واضح أن هذا الأمر الآن منوط بما تخبيه الأيام القريبة القادمة وبمدى النجاحات بالوجهة النظر الإسرائيلية يعني حتى الآن يجب أن نقول هذا بشكل واضح الشعور العام إسرائيليا حتى الساعة حتى هذه اللحظة رغم الصواريخ التي أطلقت باتجاه نراضي الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة أن هناك تطور وتقدم كبير بالنسبة للجيش الإسرائيلي وكذلك الاختراق من الناحية الاستخباراتية بمفهوم أن الرأي العام في إسرائيل الآن يتبنى وجهة النظر العسكرية والسياسية وأن هناك مجادل الآن للتقدم أكثر وأكثر في الاختراق العسكري والاستخباراتي وتوجيه الضربات الموجعة كما أعود أو كانت مرة أخرى بوجهة النظر الإسرائيلية لحزب الله طالما ردود الفعل تظهر حتى الآن يعني حتى هناك عدد من المراقبين والمحللين الإسرائيليين وأقولها بصراحة يتبجحون في الساعات الأخيرة أن القدرة الصاروقية لحزب الله باتت محدودة وبالتالي إمكانية استمرار المعركة بوتيرتها الحالية سيخدم عمليا الهدف بالنسبة لإسرائيل وهو إعادة المواطنين إلى أماكن سكناهم أو إلى قرىهم وبلداتهم الحدودية في الفترة القريبة نعم حتى الآن لم يعلن أحد أن هذا الأمر وارد ليس بالأيام القريبة ليس بالمنظور القريب ولكن واضح أن هناك تطور نوع بالقراءة الإسرائيلية على سبيل المثال نقل وحدات مقاتلة معروفة من جبهة الجنوب في غزة إلى منطقة الشمال ولكن لا أعتقد أن الرأي العام الآن مجهز إلى عملية برية واسعة والعودة من خلال التوغل البر إلى عمق الجنوب اللبناني هناك بنعم بعض الأصوات التي ما زالت هامشية في الحكومة وأيضا القرار السياسي في إسرائيل لتنفيذ عملية برية ولكن أعتقد أن الجزئية الأهم الآن من خلال القصف الجوي المستمر الذي يعتمد بالأساس على بنك أهداف كما يبدو تم إعداده خلال الفترة السابقة إذا كان عشهر لربما سنوات وأن يكون هناك تفوق واضح لسلاح الجو الإسرائيلي وأن تستمر هذه العمليات من خلال اغتيالات لقيادات سياسية وعسكرية بارزة في حزب الله استهداف المنشآت ومنصات الصواريخ وكذلك الصواريخ طويلة المدى في محاولة للوصول إلى ميزان ردع جديد يمكن بعد ذلك الدخول في نوع من التسوية السياسية ويجب أن ننتبه إلى هذه الجزئية إذا نظرنا إلى الحرب في قطاع غزة وما حصل منذ الساعة الأولى منذ اليوم الأول كنا نستخدم عبارة الوسيط المصري والوسيط القطري ومحاولة التدخل أمريكيا للجم الحرب وإنهائها وهذا ما لم يحدث حتى الآن بذكر اسم من هو الوسيط الآن في الجبهة الشمالية هل عاموس هوكشتين الوسيط العرابي الأمريكي ما زال اسمه مطروحا هو جزء من ما يحدث الآن على الأرض وأيضا في الجو أنت كيف تفسر سيد جاكي آخر زيارة لهوكشتين للمنطقة كان في تل أبيب ثم غادر الرجل يبدو كأنه هرب يعني لم يذهب حتى للبنان وبعدها جاءت تفجيرات الأسلكي وتفجيرات أجهزة النداء يعني قبل أن أكون معكم في البث حاولت من خلال بعض الاتصالات يعني بحكم أن أفهم حتى بالنسبة لمؤيدين الحزب الديمقراطي في إسرائيل وبعض الجهات هم أيضا يستغربون يعني يقولون إما فعلا هذه الإدارة فقدت القدرة الآن على إمكانية التأثير بفعل أن كل حساباتها هي بالأساس الأن داخلية أمريكية في مسعى إلى عدم إغضاب إسرائيل وأيضا رأي العام وأيضا يعني المصوت اليهودي بشكل أو بآخر في جهات المتحدة وهذه حساباتها أم فعلا هناك خلال جدي في المفاهيم وكذلك في الرؤية